السلام عليكم عندنا 3 انواع مشهورة من الديدان اللي بتقدر تنتقل لنا وتعيش وتتكاثر داخل امعائنا ومدودة الاسكارس والويب وارم والهوك وارم وفي فيديو النهاردة هنعرف ازاي الديدان دي بتنتقل لنا وازاي بتعيش وتتكاثر داخل جسمنا وايه هي افضل الطرق اللي اكتشافها وعلاجها واتمنى بقى قبل ما نبدأ نضغط لايك للفيديو ونعمل اشتراك في القناة علشان الفيديو يوصل لناس تانية غيرنا وهم كمان يستفادوا الديدان بتنتقل لنا عن طريق البويضات اللي بتضعها في امعاء الشخص المصاب وتخرج من جسمه عن طريق البراز وبتدخل جسمنا عن طريق الفم وبتوصل لنا بطريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة الطريقة المباشرة وهي بواسطة الشخص المصاب نفسه عن طريق انه يعمل حمام وما يغسلش ايده كويس وهنا ايده بتكون ملوثة بالبويضات ويقدر ينقلها لك عن طريق انه يلمسك مباشرة او انه يلمس الحاجات اللي حواليك وانت تلمسها مكان وهنا ايدك بتتلوث بالبويضات وتدخل عن طريق الفم وانت بتاكل وممكن الشخص المصاب يكون شغال في مطعم او بيعمل اي اطعمة في الشارع والناس بتاكل منه وفي امثلة كتيرة وطرق كتيرة تقدر البويضات انها توصل لك بيها والطريقة بقى الغير مباشرة وهي عن طريق التربة وده لان فيه كتير من المزارعين بيستخدموا الفضلات الخام للانسان كسماد للتربة والبويضات دي بتستحمل التغييرات المناخية زي الحرارة والبرودة والرطوبة وتقدر كمان تعيش في التربة لأكتر من عشر سنوات والمزارعين هم اول ناس هتصاب بالبويضات دي وينقلوها للناس اللي بتتعامل معاهم بالاضافة بقى للخضروات والفواكه بتاعتهم اللي سطحها هيبقى مليان بالبويضات وهتوصل لك بسهولة عن طريق انك تكلها من غير ما تغسلها واول ما البويضات دي تدخل لمعدتك بتنتقل للامعاء الدقيقة وبتتحول هنا اليراقات بتحتوي بداخلها على ديدان وبعدها بيتم امتصاصها ووصولها للدم والدم بيوصل اليراقات للرئة وبعد ثلاث اسابيع اليراقات بتنمو وتنتقل من الرئة للقصبة الهوائية ومن القصبة الهوائية للفم وهنا بيطلع منها جزء خارج الجسم مع اللعاب والإفرازات اللي بتخرج من الفم وباقي اليراقات الشخص بيبلعها وتنزل للمعدة والمعدة بتنقلها مرة تانية للامعاء الدقيقة وهنا اليراقات بتتحول لديدان صغيرة فيها ذكر وأنثة والأنثة الوحدة بتبيض كل يوم ألف بيضة وتقدر تبيض لمدة سنة كاملة والبيض بتاعها هيسلك نفس الطريق اللي حكينا عليه ده مرة تانية وخلال أسابيع قليلة أمعاء الشخص هنا هتبقى عبارة عن مزرعة للديدان وهيبدأ الشخص يشعر بالأعراض زي فقدان الشهية وهيشعر بقيء وتقلصات وألم في البطن وهيبقى فيه إسهال ريحته كريهة ووازنه هيخس ولما يدخل الحمام هيشوف الديدان دي في البراز وممكن الشخص يشعر بألم في فتحة الشرج لو الديدان دي كبرت ووصلت للأمعاء الغليظة لأنها بتغرس ديلها واتدخله في الأنسجة علشان تضع البويضات بتاعتها والأطفال من عمر ثلاث سنوات لثامن سنوات هم الفئة الأكثر إصابة بالديدان وده لأنهم بيلعبوا كتير في الطراب وممكن ما يغسلوش إيديهم لما ييجوا ياكلوا ولو عندك طفل واحد وصيب بالديدان سهل جدا أنه يعدي باقي إخواته ويعدي الأب والأم كمان وعلشان كده لما بند علاج للديدان بنده للبيت كله حتى الأشخاص اللي ما ظهرش عليهم أعراض وعلاج الددان الدكتور بيحدده لك بعد ما يعمل لك تحليل براز علشان يعرف نوع الددان اللي عندك ويحدد نوع العلاج المناسب لها وعلاج كل أنواع الددان متوفر في الصيدليات وأسعاره مش عالية وبكده يكون فيديو النهاردة خلص وأتمنى لو استفدت منه ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد والسلام عليكم